فاكرنا حضراتكو السنوات قبل كده أيضاً الأهلي كان بيستضيف دورة الدبلوماسيين في النادي الدورة في كرة القدم عبارة عن بطولة بين السفارات الأجنبية اللي في مصر هدفها مزيد من الدمج بين الممثلي البعثات الدبلوماسية المختلفة في مصر مع المجتمع المصري الرياضي بالذات من خلال النادي الأهلي كرأس للهرم الرياضي وأيضاً مع فريق دايماً وأبداً بيمثل الخارجية المصرية المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي بيرأس لجنة منظمة خاصة بهذه البطولة اللي بقى تقليد سنوي كل السفارات بتسعد فيه وبتهتم فيه مع إدارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتاجي زي ما أنتوا شايفين زار السفير الألماني يوليوس جورج لوي والملحة الثقافي وهشام مرزوق مساعد القنصل ومدير البطولة للتأكيد على ترتيبات البطولة اللي هيعقد لها مؤتمر صحف إن شاء الله ظهر يوم الحد بشمهندس في النادي الأهلي في الجزيرة بحضور الهيئات الدبلوماسية الأجنبية المشاركة في الدورة الدبلوماسية أنا حضرت المؤتمر الافتتاح لهذه البطولة السنة اللي فاتت ولما استمدى سعادة المشاركين من الصفرات واهتمام هذه البطولة وبعدين تعليقاتهم بعد انتهاء البطولة مؤكد إنهم أضافوا إلى الدور المجتمع بتاع النادي الأهلي والأهلي أضاف إليهم أيضا ومن ثم نتمنى لهم كل إقامة ممتعة داخل أروقة النادي الأهلي ويعملوا بطولة جميلة وتحقق أهدافها ربا شوفوا البطولة لما يكون فيها 21 سفارة وهيئة دبلوماسية شوفوا شكل التمثيل للرياض الدبلوماسي لما يكون موجود في النادي الأهلي يوميا على تماث مع الواقع الرياض الدبلوماسي الحاجة ما محبه يطلب واحد من الصفارات يقوله من فضلك بعد إذن حضرتك يعني إيه آه بكل دبلوماسية ال 21 سفارة وهيئة اللي حتشارك في الدورة بتمثل ألمانيا وفريق زي ما قلت لكم وزارة الخارجية المصرية وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا وإنجلترا وروسيا والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكود ديفوار واليابان وأستراليا وكازاخستان وبعثة الأمم المتحدة وفيتنام وجامعة الدول العربية والهند وماليزيا 21 هيئة دبلوماسية وسفارة بتشارك في الدورة والمهندس خالد مرتاجي قال أن الهدف الأساسي من الصدافة الأهل للبطولة هو استكمال الدور الوطني للأهل كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتعمل بكل الجهد على المزيد من التلاحم وتقديم مصر في الصورة الطيبة للعالم كله في حفل عشاء في أحد الفندق الكبرى في القاهرة هيبقى يوم 14 إبريل القادم ده مع ختام الدورة بإذن الله نتمنى إن شاء الله تنظيم جيد للبطولة وكعادة النجاة أنه يكون محتضن جيد لكل البعثات الدبلوماسية وخير سفير لبلاده مع هذا المحفل الدبلوماسي العالمي الكبير ترجمة نانسي قنقر